أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر يهدف إلى إطلاق الاستثمارات في البنية التحطية بما يهيئ المناخ لأنشطة القطع الخاص وزيادة معدلة النمو وخلق المزيد من فرص العمل وأشار مدبولي إلى تنفيذ الحكومة برنامجا للطروحات لتسهيل الحصول على التمويل وتعزيز مشاركة القطع الخاص في النشاط الاقتصادي لافتا إلى إعداد الحكومة لرؤية مصر 2030 المحدثة لتتوافق مع الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد هذا البرنامج سعى لتوفير الاسمارة البنية التحتية وتوفير خدمات للقطاع الخاص وخلق المزيد من الفرص العمل الخاصة للشباب والنساء وتوفير التمويل قامت الحكومة بوضع برنامج لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأعمال الاقتصادية وفيما لأهمية أهداف التنمية المستدامة قامت حكومة مصر باعتماد رؤية مصر 2030 لتتماشى مع الإصلاح الاقتصادي وزيادة معدلات العمالة وزيادة رأس المال البشري وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بالفعل بعض الاسلاحات التي قامت مصر بها أدت إلى تحسن في ستة مناطق بأهداف التنمية المستدامة تحقيقها